انت ليك بحاطات كتيرة جدا ويمكن القادر زمان انت قولت في الاول صدفة صدف كتيرة جدا انت روحت وكابتر رمضان اختارك خلاص ولقابت فري الألمونيوم من الاول هل صعدتوا بعد كده؟ واحنا نزلنا من الدور الممتاز وبعد كده السنة اللي بعدها لعبنا دور الدرجة الاولى لعبنا ماتش في الترقي واخسرناه مع تليفونات مني سويف وما صعدناش في السنة دي فكابتر رمضان ماشي ماشي عملتي بعد ما رمضان ماشي انا انا اتأثرت جدا لانه هو كان بيعملني زي ابنه فانا يعني جاء كابتن شاوق حسين مدرب من نادي الزمالي اه طبعا انا كنت شاوق حسين معروف اه فهو ما كانش مقتنع بي تماما ما دي من المحطات المهمة جدا يعني حتى اول ما شافني قالوا هم ده ازاي بيلعب درجة اولى ولازم ينزل ناشئين فانا يمكن حظي السيء وحظي الحلو ان انا خدت قرار في نفس الوقت ده ان انا رجعت من الألمونيوم على الفيوم عدت سبع شهور كابتن بعيدة عالكورة سبع شهور سبع شهور بعيدة عالكورة رمضان مشي وجي مدرب جديد مش مقتنع مش مقتنع اهو شو بقى الرزق هنا مصيبة كابتن اما هو الرزق هنا والصدى السفة بتلعب يعني لو رمضان كان قاعد كنت هتفضل في الألمونيوم انما رجعت على الفيوم وعدت تمن شهور تمن شهور تمن شهور عب كنت تعمليه في تمن شهور ولا بعمل اي حاجة ولا بتلعب بلعبك وماسي بس في الشارع بس جدا اه اللي فكرت السواعيات ها قلت خلاص معنا مش هلعب تاني ولا ايه ولا هعمل ايه ولا هحاول ايه اللي انت عملت عشان توصل اللي انت وصلت لا انا حسيت ان الموضوع انتهى خلاص اه كان في فرصة وضعت فخلاص الحلم بدأ يبعد يعني بمعنى اصح انما حظي كويس بعد كده في يوم كبت الرمضان تكلمني قالي النادي الاهلي 19 سنة لا قبل النادي الاهلي استنى اه انت وانت في الفيوم قعدت 8 شهور اه وال8 شهور دول انت بكشتعم فيهم حاجة انت بتلعب خماسي مع الناس اصحابك وحاجات زي كده جالك واحد كده بالصدفة اه اللي هو حمام براهيم اه وقال لك ما تيجي نروح لإسماعيلي لا حمام بعدها يعني انا هكمل لحضرتك كانت الرمضان اما تكلمني لان الموقف ده فيه الناس كتير ومش عارفان اه انا جيت النادي الاهلي فرق 19 سنة اتمرنت معاه 3 شهور لا رمضان مش يساب الالموني ورجع على النادي الاهلي ورجع النادي الاهلي كان هو مدير فني القطاع الناشئين كويس فانا اتمرنت مع كابتن مختار مختار وكابتن ديالسايد 3 شهور كنت اتمرم معهم واطلع ألعب مطشات وديه مع الفريق الاول كان مستر تسوبل عشان يشوفني اه فطبعا انا بقلي 8 شهور ما فيش حاجة فهو شافني في مطشين وديين والحمد لله كنت كويس فيهم كان كابتن سابط البطل وقتها تفاوضوا مع الالمونيوم اه الالمونيوم كان طالب 130 الف جنيه انت كنت مواضي خلاص في الالمونيوم كنت مواضي في الالمونيوم هل بعد التمشور ده ما سقطتش الانده بتاعتك هل تاخد استغناء اه هو الاول برضا كان الانتقالات مختلفة الانتقالات كان فترة واحدة اللي هو شهر السابعة مصبور فلو لعبت دقيقة في اول الموسم خلاص فانا ما لعبتش فكان حق ان انا ممكن ان تقل لأي نادي كويس فبعد كده الاهلي تفاوض مع الالمونيوم الاهلي خد قراره او كابتن سابط كان عنده رؤية ان ما ينفعش ناشئ تجيبه اكتر من 100 الفينيه ودي حقيقة اه فالالمونيوم رفض فبعدها بدأ حماو ابراهيم بقى اكلمني يعني انت جيت النادي الاهلي جيت قعدت ثلاث شهور وكابتن سابط ان ارحمه اه قالك لا ما ينفعش يتفع ميور بيه لا مش طبعا احنا نادي الاهلي طول عمره في الناشئين ده بيحبش يتفع فلوس كتير قوي في الناشئين اه انما لو سبره شواء اه كويس